السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في قناة المجلة الثقافية في هذا الفيديو سنتحدث عن كيفية تعبئة نموذج فارغ لنتائج الطلاب في برنامج الورد وذلك من بيانات موجودة في برنامج الاكسل باستخدام أداة دمج المراسلات عندنا هذا المثال لملف اكسل يحتوي على بيانات الطلاب المدرسية العمود الأول يحتوي على اسم الطالب ثم تاريخ الميلاد ثم الشعبة ثم اسم المدرسة وفي هذه الأعمدة موجود العلامات الخاصة بكل طالب ثم عمود المجموع والذي يحتوي على مجموع علامات المواد ثم المعدل وهو متوسط هذه العلامات لأن عندنا نموذج نتائج مدرسية فارغ لأن نريد أن نقوم بتعبئة بيانات الطلاب داخل هذا النموذج بحيث يصبح لكل طالب شهارة نتائج مدرسية خاصة به نبدأ على بركة الله في البداية نذهب إلى علامة تبويب ميلينغز من مجموعة Start Mail Merge نختار Select Recipients تظهر لنا هذه النافذة نختار الخيار الثاني Use an existing list نختار ملف الExcel الذي يحتوي على علامات الطلاب ثم نضغط على Open تظهر لنا هذه النافذة نافذة Select Table نختار اسم ورقة العمل التي تحتوي على بيانات وعلامات الطلاب في حالتنا هذه اسم ورقة العمل Sheet 1 فنختار Sheet 1 ثم نضغط على OK بذلك تم ربط مستند الورد بملف الExcel الخطوة التالية نذهب إلى اسم الطالب نوضع مؤشر الماوس بجواره ثم نضغط على Space أو مسافة ثم نرجع إلى علامة تبويب ميلينغز من مجموعة Write and Insert Fields نختار Insert Merge Field تظهر لنا هذه النافذة والتي تحتوي على عنوين الأعمدة الموجودة في جدول الExcel اسم الطالب تاريخ الميلاد الشعبة والمدرسة والعلامات الخاصة بكل مادة ثم المجموع والمعدل نختار اسم الطالب فيتم إدراج الحقل الخاص باسم الطالب في هذا المكان نفس الشيء نذهب إلى الشعبة ونضغط مؤشر الماوس بجوارها ثم نرجع إلى Insert Merge Field ونختار الشعبة ونكرر العملية في بند تاريخ الميلاد وبند المدرسة بهذا الشكل لذلك تم إدراج الحقول المدمجة الخاصة ببيانات الطلاب إلا أنه ضغطنا على زر Preview Result ستلاحظ أنه تم إظهار اسم الطالب وبياناته إلا أنه ذهبنا إلى هذا السهم وضغطنا عليه ستلاحظ أنه يتم إفراغ سجل جديد في النموذج عند كل نقرة على السهم كما تلاحظون بهذا الشكل إلا أنه نزيل علامة التفعيل من زر Preview Result ونقوم باستكمال إدراج الحقول المدمجة نذهب إلى التربية الدينية ونضع مؤشر الماوس داخل حقل العلامة ثم نختار Insert Merge Field ونختار التربية الدينية ثم نذهب إلى اللغة العربية ونختار اللغة العربية ثم اللغة الإنجليزية ثم الرياضيات ثم الفيزياء وهكذا إلى آخر العلامات الخاصة بالطالب نفس الشيء نضع مؤشر الماوس بجوار مجموع العلامات ونختار المجموع ثم معدل الطالب نختار المعدل بذلك تم إدراج كافة الحقول المدمجة في نموذج النتائج المدرسية الآن لإظهار البيانات نذهب إلى زر Preview Results تلاحظ أنه تم إظهار البيانات الخاصة بالطالب وعلاماته ومجموع العلامات والرقم الخاص بالمعدل الآن نستطيع التنقل بين السجلات من خلال الضغط على هذا السهم بهذا الشكل فيتم التنقل بين بيانات وعلامات كل طالب كما تلاحظون الآن تلاحظ فيها الأسفل عند الرقم الخاص بمعدل الطالب تلاحظ وجود عدد كبير من الخانات العشرية لحل هذه المشكلة نضغط بالزر للموس على الرقم الخاص بمعدل الطالب ثم نختار Edit Field تظهر لنا هذه النافذة نافذة Field نذهب إلى زر Field Codes ثم نضع مؤشر الماوس في هذا الحقل ثم نضغط على زر Backslash أو عمود مائل إلى اليسار نوجود في وصف الفيديو هذا الرمز قم بنسخه ولسقه في هذا المكان ثم نضغط على OK ستلاحظ أنه تلقائيا تم حل المشكلة الآن لو قمنا بالتنقل بين سجلات الطلاب ستلاحظ أن الرقم الخاص بمعدل الطالب تم تخفيض الخانات العشرية إلى اثنين فقط بهذا الشكل في حال أردت أن يكون الرقم يحتوي على خانة عشرية واحدة فقط نضغط بالزر للموس على الرقم ونختار Edit Fields ثم نذهب إلى زر Field Codes ونضع مؤشر الكتابة في هذا المكان ثم نضغط على زر Backslash في وصف الفيديو ستلاحظ وجود هذه الرموز وهي نفس الرموز السابقة ولكن تم إزالة صفر نقوم بنسخها ولسقها في هذا المكان ثم نضغط على OK فيتم تقليص الخانات العشرية إلى خانة عشرية واحدة فقط بهذا الشكل عند الانتهاء من إدراج وتعديل الحقول المدمجة نذهب إلى زر Finish and Merge تلاحظ ظهور هذه النافذة نختار الخيار الأول Edit Individual Document من هذا الخيار تستطيع أن تقوم بتصدير كافة الشهادات أو نتائج المدرسية إلى ملف Word منفصل الخيار الأول هو All يتم تصدير كامل السجلات الخيار الثاني هو السجل الحالي فقط في حالتنا هذه الخاص مثلا بطالب رجب محمود حسين الخيار الثالث وهو From من سجل إلى سجل مثلا لو اخترنا من السجل الأول إلى السجل العاشر سيتم تصدير أول عشر سجلات فقط نختار All ثم نضغط على OK تلاحظ أنه تم فتح ملف Word جديد يحتوي على كامل السجلات كما تلاحظون يحتوي على الطلاب وبياناتهم كل طالب في نموذج منفصل كما تلاحظون لأن تستطيع أن ترسل الملف إلى أي جهة تريدها أو تستطيع أن تحفظ الملف أو تستطيع التعديل عليه كما تشاء نرجع إلى الملف الأصلي ثم نرجع إلى Finish and Merge لأن لو اخترنا الخيار الثاني Print Documents نختار إما كامل السجلات أو السجل الحالي أو من سجل إلى سجل نختار All ثم نضغط على OK من هذا المكان تستطيع أن تقوم بالطباعة نختار الطابعة لأي يتم تباعة الملفات أو في حال أرد أن تقوم بتصدير الشهادات إلى ملف PDF يمكنه كذلك من خلال اختيار الخيار Microsoft Print to PDF ثم نضغط على OK ثم نختار المكان ونقوم بتسمية الملف ثم نضغط على Save تلاحظ أنه تم تصدير الشهادات إلى ملف PDF في حال أردت أن تقوم بإزالة أو تحديد بعض الأسماء قبل البدء بالدمج يمكنه كذلك من خلال الذهاب إلى علامة تبويب Mailings ومن مجموعة Start Mail Merge نختار Edit Receipts Let's من هذا العمود عمود مربعات الاختيار تستطيع أن تحدد السجلات التي تريد أن يتم إظهارها في ملف الدمج مثلاً لو أردنا إزالة أول عشر أسماء ليتم البدء من عند الاسم محمد رمضان تامر وضغطنا على OK ننسى تلاحظ أن البداية هي من الرقم 11 من عند محمد رمضان تامر والسجلات السابقة لن يتم إظهارها في الملفات المدمجة أشكر لكم حسن استماعكم وأرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر